موسيقى ما تقدم للإنسانية هي التعنيم وقال الله تعالى وقل ربي زدني علما وما أجمل هذه الآية الكريمة وما أرعى معناها للتعاود طلب من الله أن يزيد المرأ علما لا مالا ولا ميراثا ولا جاهن يا بلادي هذة انتهت وانتسنا بالأقدار يا بلادي نصحى بظلم وبظلم أقوى النار يا بلادي شي من بلد شي من قطر شي باطي بسم الثون شي من تهي ما ينبج شي باطي بطي عيون اليوم نحتفل بتخرج الوجبة الرابع عشر من مرحلة نهائية لمدرسة الإيمان العربية وذلك بتخرج أكثر بحدود 11 طالب وطالبة من مرحلة الجي سي اسي وهي ما تعادل في البكالوريا يعني الثالث المتوسط حازوا طلابنا أكثرهم طبعا على أي وأي ستار باللغة العربية هذا الإنجاز لم يكن يتم إلا بجهود الأخوات الكريمات من الأساتذة وأيضا النظام المتبع داخل المدرسة طبعا المناسبة الثانية التي الآن نحتفل بها اليوم هو حصول مدرستنا على جائزة الجودة وهو الفضية والبرونزية من الكاونسل بلدية بريند وهذه المكافأة هي جاءت نتيجة لتطبيق نظام الجودة في داخل المدارس العربية وأحنا مدرسة الإيمان العربية هي الوحيدة التي حصلت على جائزة الفضية في بلدية بريند تبتي مسوصبع يا بلadi يا بلadi يا بلadi يا بلadi تبتي مسوصبع يا بلadi يا بلadi تبتي مسوصبع يا بلadi يا بلadi تبتي مسوصبع يا بلadi يا بلadi يا بلadi تبتي مسوصبع يا بلadi يا بلadi يا بلadi بسم الله الرحمن الرحيم When I first started Arabic school I thought it was really boring and I absolutely hated it I remember my mother dragging me out of bed every Saturday morning I eagerly used to wait until it was 2.30 so I could finally leave وخلال هالسنين حققت إنجازات متميزة وحصلت على شهادات متعددة اللي واحدة من عدهن يعني من بين كل هالشهادات هي الجائزة البرونزية والجائزة الفضية من المركز الوطني لدعم المدارس التكميلية في المملكة المتحدة اللي اسمها ال National Resource Center for Supplementary School طبعا الجائزة الفضية تبين بأنه المدرسة تعدى تمشي حسب كل الأنظمة والقوانين المطلوبة من حيث سلامة الأولاد وسلامة الهيئة التدريسية والهيئة الإدارية وكل العاملين اللي موجودين بيها والجائزة الفضية تبين بأنه المدرسة تعدى توفر بيئة دراسية متميزة ومناهج دراسية أساسية وكذلك كل السجلات الإدارية الموجودة منظمات العراق الذهب العراقية أغناز العراق وفاة العراقية أحساس العراقيين رغم الضروف يكون أحسن الناس العراقيين رغم الضروف يكون أحسن الناس فيا أمنا إن أقلنا الغياب فقولي ولا عن شهيد العراق سناد الزماء وضع مقنا نموت ويحيي العراق فبغدادة بخمنار الحياة وقرعة حسن ومجد العبا حرام علي ميام الفراق ودجلة أندم غموت للعراق نبينا المصطفى أحمد صلى الله على آل الرسول وصحب الرسول خاتم أنبياء الله محمد صلى الله على محمد وآل محمد بديت الأول سنة بجي سي سي وكان صعب شوية فمعلماتي ممتهال وأمي سعدوني بالقراءة والكتابة وبالقواعد همينا فخلال السنة درست وبالأخير حصلت النتيجة بس أنني عايش بأدولة وأوروبية وأنني كل الدين مالاته من إنجليزي والعرب أنني مو الناس هو يباون عليهم فمن حصلت شيء أفتخر نفسي للعرب كلهم بالعالم وبأوروبا أن نراوهم نفس المستوى من هنا ومن هناك في العراق الآن لدينا أول طالبة راح تكون عندنا زمزم الرواعي إذا ممكن تتفضلين خالة سيدتي مالأيمن بالغلب سيدتي مالأيمن سوري أيمن علي الطالب أيمن علي أي استاذ طبعاً هو ويانب الأستاذ الطالبة زينب الموسوي في البدء أشكر أولياء الأمور على مشاركتهم اليوم في هذا الحفل البهيج حفل تخرج الدفعة الرابع عشر لمرحلة الجي سي سي اللي هي بالسنة الماضية وكذلك نبارك بهاي الجهود وهي الأتعاب اللي بذلوها أبنائنا في تحصيلهم الدرجة العالية في الامتحان النهائي